السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيوجد حالات كتيرة في عالم الطب بنشوفها وامراض كل يوم بتظهر لا يوجد لها تفسير على الاطلاق لكن حالات النهضة فيها بعض الحالات ممكن تكون اول مرة تسمع عنها اهلا بكم انا محمود ابو زيد حالة اليد الغريبة حالة عصبية نادرة جدا وملهاش علاج نهائي والحالة الغريبة دي بتخلي اليد بتتحرك من تلقاء نفسها وبتعمل حاجات بدون امر من المصاب والشخص المصاب وقتها بيشعر بكل شيء في اليد طبيعي ولكنه ما بيقدرش يتحكم فيها ابدا والغريب والمزهر في الموضوع ان اليد المصابة ما بتعملش حركات عشوائية ولكن بتقوم ببعض الوظائف زي انها تمسك مقبض باب او تفتح الاضواء او تقفلها وبعض الحالات تم تصويرها واليد المصابة بتخنق المصاب نفسه وده بدون تحكم منه لدرجة انه ما بيقدرش يدافع عن نفسه بايده التاني الشياخ المبكر كلنا بنكبر وبنعجز وده شيء معروف وطبيعي جدا ومع ذلك فيه اشخاص كتير بتظهر عليهم علامات الشيخوخة مبكر جدا البروجيريا او مرض الشياخ هو حالة صعبة جدا بتبدأ بالظهور في السنة التانية من عمر الاطفاء وبيبدأ الطفل يشيخ بكل معنى الكلمة فبيبدأ يشعر بألام في المفاصل وتجعيد في الجلد وسقود في الشعر وبيبقى عرضة لامراض القلب والسكتات الدماغية وللأسف بتنتهي بيها المقال بوفاة اغلب الحالات في سن المراهق وللأسف الحالة ملهاش علاج والاطباء على يقيم بان الابحاث اللي بتجرع على المرض هترفع فهمنا عن الشيخوخة في الجملة حساسية الماء من انظر انواع الحساسية الموجودة في العالم واللي بتخلي حياة المصاب صعبة جدا فبتسيب له طفح جلدي وقلم شديد على اي جزء من اجزاء الجسم بيتعرض للمية واي كمية مية حتى لو كانت قليلة ممكن تسبب له رد فعل تحسوسي عنيف جدا فنوع الحساسية دي جديدة جدا لدرجة ان الدموع او العرق ممكن يتسبب في نوبة حساسية وبما ان المية هي اهم مكون في جسم الانسان فمن الغريب ان يكون منها حساسية اصلا ورغم انها مش حساسية بالزبط الا انها ما بتحفزش مركب الهستامين في الجسم متلازمة البروتيوس بتخلي الانسجة العضلية والعظام والاوردة الدموية والجلد وحتى الانسجة الدهنية تكبر جدا لدرجة ان المنطقة المصابة بتفقد اي علاقة بينها وبين تناسوا بالجسم وعادة بتكون الاصابة في الراس او الاطراف والنمو الشاز بيكون غير متشابه في اليمين واليسار ودايما بيؤثر على كل جانب بطريقة مختلفة والاعراض الاولية للمرض ده بتظهر في اول سنة ونص من العمر وتبدأ بعدها الحالة تسوق واحدة واحدة مع الوقت والاعراض الجانبية لمتلازمة بوروتيوس بتشمل الام في العضل والتهاب في المفاصل ونوبات صرع وأحيانا بتنتهي بالعمى ومع ذلك فالحالة دي مش وراثية ولكنها نتاك تحول في جين واحد بس التفضط حالة شازة جدا بتخلي المصاب يتحول لما يشبه المخلوق الفضائي فبيتحول لون الجلد للون الازرق وسبب التغير الغريب في لون الجلد هو قلة معدل الاكسوجين والحالة لها علاج يمكن معاه يرجع الجلد اللون الطبيعي وبعض الناس بيصاب باللون الازرق عن طريق ما يسمى بالتفضط أو أرجيريا والتفضط بيكون ناتج عن طريق التعرض الشديد لغبار الفضة ومشكلة الفضة انها لما بتدخل جسم الانسان ما بيقدرش الجسم يتعامل معها فبتتركز في الجسم وبينتهي بيها المقال للجلد وده اللي بيد المصاب اللون الازرق الرمادي الغريب ده وعلى الرغم من شكلهم الغريب الا ان عادة المصابين بالتفضط بيكونوا في صحة جيدة لعنة قندين والمعروفة طبيا باسم متلازمة عدم انتظام حركة التنفس هي حالة نادرة جدا فالمصابين بالحالة دي بيكون عندهم خلل في أوتوماتيكية عمل التنفس فلابد انهم يتذكروا انهم بيتنفسوا وإلا هيختنقوا وعشان ما يموتش المصاب أثناء نومه لابد من تركيب جهاز تنفس ليه أثناء النوم وعلى الرغم من ندرة الحالة الا انها ممكن تكون فتاكة لو ما تعلجتش الحالة المشهورة بقى باسم متلازمة الرجل الشجرة هو واحدة من أغرب الأمراض الموجودة بتغطي جسم المصاب كتل بشعة على هيئة لحاء الشجر والحالة دي نتيجة لتحول جيني نادر جدا ويكون سريع التأثر جدا بفيروسات الورم الحليمي HPV واللي بيخلي جسد المصاب مع الوقت يغطى بما يشبه لحاء الشجر وبتزداد سرعة التأثر عند التعرض لأشعة الشمس ومعنا بقى الحالة الاخيرة وهي فرط انتاج الشعر ودي الحالة المعروفة باسم متلازمة الرجل الزئر وهي حالة مرضية أغلب الظن كانت مسؤولة عن انتشار قصص المستزئبين في التراص الحالة النادرة دي بتسبب فرط انتاج الشعر على كفة أجزاء الجسم لدرجة انها ممكن تغطي جسم الشخص بالكامل وأحيانا بتتركز في أجزاء معينة من الجسم والحالة ممكن تصيب أي شخص بغض النظر عن جنسه أو عمره وأغرب ما فيها انها مش دايما بتكون سلبها جيني والعلاج الآمن للحالة دي هو إزالة الشعر بالليزر ولكن فعاليته ضعيفة جدا وده معناه ان المصابين بالحالة دي هيفضلوا عندهم فرط في انتاج الشعر طوال حياتهم أرجو بقى الفيديو يعجبكم وإذا الفيديو عجبك اضغط زر اللايك وده أهم حاجة عندنا وما تنساش تشترك في القناة أشكركم وإلى اللقاء